الحقيقة العبور واستعادة سيناء كانت معركة كبيرة خدتها أجيال ودخت فيها بأرواحها علشان الأرض والعرض لكن عمر المعركة ما توقفت في سيناء بس عند البندقية وهنا لما نتكلم عن البندقية بنتكلم عن إنه التعمير كان شغال لأنه لو فضلنا بس مع البندقية معناها إنه حركة التعمير وحركة التنمية في البلد حتقف وده عمره ما حصل في الجمهورية الجديدة خدنا بقى معركة مختلفة ومعركة كمان بسواعد يعني سواعد كلها سواعد المصريين لاستعادة الوجه الحضاري يعني بعد أن عادت سيناء إلى أرض الوطن كان لابد من معركة التنمية اللي بتخدها الدولة المصرية في عهد رئيس عبد الفتاح السيسي وده طبعا كلنا حاسين به لأنه إنت زي ما قلنا إحنا طول الوقت بنسمع الجملة دي يد تبني ويد تحمل السلاح فأنت بتحمل السلاح ولكن في نفس الإيد التانية أنت بتبني وبتعمر وبتأكل بلد وبتطلع لقدام وبتدخل منافسات رياضية وتعليم وصحة وكل المجالات شغالة ولا ننسى أبدا حماية الأرض والعرض منذ نصر أكتوبر بالمناسبة دي خليني أقول لحضراتكم بأنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحقيقة قدم تقرير وقدم مجموعة من المعلومات في إنفو جراف تعالوا كده نسلط الدوق على المشروعات العملاقة ونشوف كده على أرض الواقعة بالأرقام التعمير في سيناء كان عامل إزاي في ظل ما تمر به مصر وفي ظل أيضا ظروف كتيرة مرت علينا في ظل إلهاب ولكن في قلب الجمهورية الجديدة سنشاهد معكم عدد من المشروعات الكبيرة اللي كنا حاسين فيها كمان إن إحنا بنبني وإحنا في أمن واستقرار وده نجاح للاستراتيجية التنمية اللي بتقوم عليها الدولة بفكر علمي وعملي في نفس الوقت تعالوا كده أتابع مع حضرتكم هناك خليني أقول كده يعني يمكن العنوان الرئيسي سيناء في قلب الجمهورية الجديدة سيناء تجني عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية وتستعد لاستقبال العالم أولا الاستثمارات ومقاومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة أكثر من 700 مليار جناه استثمار تم وجاري تنفيذها لتنمية شبه جزيرة سيناء وذلك خلال 8 سنوات إجمالي الاستثمارات دي الموجهة لسيناء في الأعوام من 2013-2014 لـ 2022-2023 هتلاقي كده تلات مركز لخدمة المستثمرين تم افتتاحها بتكلفة أكثر من 215 مليون جناه لخدمة أكثر من 8800 شركة عندنا أيضا 339 فرصة استثمارية تتمتع بها سيناء ومدن القناة على الخريطة الاستثمارية هتلاقي الرقم ده أيضا ورقم مهم 143 فرصة صناعية وده إجمالي عدد الفرص الصناعية في سيناء ومدن القناة تعالوا هنا مثلا للرقم الخاص بالاستثمارات 358 مليار وأكثر تم الحقيقة وجاري ضخها لتنفيذ المشروعات القومية الأكثر كمان أنه تم إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب قرار أصدره السيد الرئيس وذلك كان في أغسطس 2015 إيه اللي حصل هنا في المناطق هتلاقي فيه أربع مناطق صناعية تشملها المنطقة وست موانئ توجد بها يعني بقى عندك ست موانئ بتخدم المناطق الصناعية عندك كمان يعني حوالي تم دخ 18 مليال دولار وده إجمالي تكلفة البنية التحتية والاستثمارية بالمنطقة طبعا الاقتصادية اللي موجودة في قناة سويس زي ما قلنا وأيضا عندك 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة وده حلول يعني لما تيجي تتكلم عن عدد البطالة وتشوف الرقم اللي كان موجود تعرف أن انت هنا قدمت 100 ألف فرصة عمل فحتلاقي عشان كده كنا نلاقي في التقارير الاقتصادية أنه البطالة بتقل وده نتيجة المشروعات الاستثمارية الكثيرة اللي موجودة على أرض الواقع في سيناء ومدن القناة وأيضا في كافة محافظات مصر هعود تاني أيضا لآخر رقم عندي وهو 250 منطقة صناعية وخدمية عاملة داخل المنطقة إذن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس دي قدمت خدمات كثيرة جدا ومتنوعة